الكنوات الفضائية بقت حاجة لغبة بيجيبوا فيها بنات حلوة وبتلعلت جمالهم مخل الرجالة متنحين نروح من بنات الفضائية طفيل والغريبة النسلمان اللي كنت فاكراه مش بيتابع لقيته في الفرجة فتح عالرابع لا وكمان بيدقق في التفاصيل دي لبسها حل ودي شعرها جميل طبعا كان لازم اوقفه عند حده ونويت اشده بس لقيته بيتكلم كلام معقول قال ايه بيقول الست الشطرة لازم تبقى متجددة تشوف روحها كده هو وتكيد العدة تاخد بالها من نفسها وتفك وبرضه مفيش مانع تعمل نيولوك تدرب شعرها حبة ألوان تغير ستايل لبسها كمان سمعت كلامه عقلي شاد هعملي هنا دلوقت صرحت ربنا عنده حق يعني اكدب واقول لا أكبر خطر في الحياة هو الملك لازم اتصرف على عجل إنما حصل اللي خلني مبهورة لما قابلت بالصدفة جرت نورة وحيات سليمان معرفتها دي حملت عملية غيرت شكلها نافخت وسابغت وعدلت عوجت مناخرها باختصار بقت واحدة غيرها صغرت يجي عشرين سنة يعني بقت قدي أنا لأ والأكد العمرة دي ما تكلفت شي فلوس كتيرة واللي عملتها الدكتورة شهيرة صاحبات اللي كانت معي في ابتدائية خدت نمرتها وطلبت اتكلم معها شوية انت يا شايماء مش محتاجة عمليات الحكاية كلها شوية تصبتات العمليات دي بتبقى للي عندهم عيوب مش حسب المطلوب سيبك من كلام الحوارات الصحفية ده انت صاحبتي ونور عناية أنا عايزة أعمل مفاجأة لاسم النبي حرسو سليمان عاوزة خليه هايما أعمل كوكتيل من بنات الفيديو كليب والأتعاب جهزة في الجاب يا شايماء المسألة مش أتعب والسلام عاوزة كام أنا قلت لها كده ولقيتها بتسلم علي قال إيه مش غولة وعندها عملية صحيح الجزار المعرفي كروة الزبون بلا أصحاب بلا يحزنون أنا هروح للدكتور ينفذ لطلباتي بس هلاقيه فين يا أخواتي أيوة مفيش غير النت اللي يجيب المفيد هو الدكتور عبد الحميد أي نعم الفيزيتة بتاعته غالية شوية بس هيخليني أحلى وحدة في الدنيا ولما عرفت إن سليمان مسافر إسبوع قلت أبدأ في الموضوع أخذت صور البنات اللي عجباني شوفوا بقى زوئي وفني عيون نانسي على غضوط شاهدان أوام هايفة على شعرصة في ناس ودخلت العملية وعملت الكوكتيل ورجع سليمان في نص الليل ولما فجئته قال إيه؟ عملت في روحك كده ليه؟ تعالي بص في المراية دي بالزمة شكل بني أدناية أنت بقتي خلطة اللي عملتيه ده أكبر غلطة غلطت في إيه بقى؟ ولا أنت غاو نقورة وتريقة؟ كل حاجة بقيت مزبطة عناية واسعة ومناخي ريس غنطاتة أي نعم البق كبر شويتين والخدوط خست حبتين إنما وعدك هزبطها من مرة الجاية ويريد تحضر معي العملية اللي قدامي دي أنا معرفهاش أنا عاوز مراتي يا إم بلاش أحلى حاجة فيك ده يعطيها خلقت ربنا يا نبيها التدخل الجراحي للضرورة يا مدام أنا تعبت من الكلام أنا سيب لك البيت ورايح عند أمي يا غلبي وهمي بقى الراجل يسيب البيت عشان سبب زي ده يا شماتة العدة بس ما كدبش عليكم برضو أنا محقوقة دي العملية خلت بق زي الشلوقة ده غير شوية أعراض جانبية آه يعني علي